عظم الله أجورهم وأعلى مقامهم وسدد خطاهم في قول مأثور للإمام علي عليه السلام يقول لو كان الفقر رجلا لقتلته فما بالك بالرجال الذين يحكمون ويشاع الفقر في زمنهم لتغتنيه وتشبع حاشياتهم والشعب يتمرمر من الجوع والفقر والبطالة لماذا في كل مرة لدينا أزمة من نوع خاص تلامس حياة الناس ولماذا يصبح الضجيج والجعجعة الإعلامية عالية جدا لما توقع الفاس بالرأس تنبري لها التصريحات وتتقدمهم أختهم سوف سنعمل وسوف 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 هذه السوفة اللعينة كما هي حكامنا الذين في كل مرة لا يمتلكون غير الوعود الكاذبة الوعود الكاذبة والشعارات الزائفة لماذا قد ينبري لك أحدهم بالقول ما يحصل هي أزمة عالمية تمر على العالم كله أقول لك حجي أنا أدري أنها أزمة عالمية مرت على العالم كله ذن السؤال فخليهن إلك لكن أنا أدري بالعالم هناك حكام وهناك شيء اسمه الأمن الغذائي وهذا المصطلح مقدس لدى كل الحكام أنه لما تصير أزمة عند طحين وعند زيت وعند حبوب وعند ما يكفي للناس حتى تتقوت لمدة عام كامل ملما ترتفع الأسعار تجيين تقول لي والله سنعمل وسنحاسب وهذه إسقاطات إسقاطات الحرب قبل إزقيت سنتاكو مناوشات بين روسيا وأوكرانيا إزقيت كانت الناس تعرف وتدرك ومنهم من يؤمن أن الحرب قائمة في منطقة استراتيجية من العالم وأن العالم سيتوتى ليش السيد وزير التجارة يستدعى ليعرفوا منه هذا ليش ماكو تقارير دورية لدى الرؤساء عظم الله أجورهم وأعلى مقامهم وسدد خطاهم يطلعون على المخزون في وزارة التجارة لهي كلها عدكم تحكمكم الصدفات وما نسمعه هذه الأيام من أننا سنعمل وأننا سنحاسب وأننا سنتدخل بمن تتدخل حجي؟ بيا نظام اقتصادي أنت تمتلك القدرة حتى تستطيع أن تتدخل وبعدها أكو فرق إخوان الاقتصاد علم ما لأنت تلزم مقوارك أو تفشخ فلان أو تضرب فلان أمي هذه السياسة من كان أن يادر تال عدل هذه ليست سياسة لغرض تعديل المائل وتصحيح الموازنات داخل السوق السوق يحتاج إلى قانون ويحتاج إلى دولة ويحتاج إلى سياسات اقتصادية رشيدة أنك تتدخل في السوق بالتأثير مو بالتصريحات مو بالشوالف بعدها لازم لازم أكو كفاءات الدير البلد لازم أكو ناس اختصاص لازم كل من بشهادته أجي أحطه حتى يقرر حتى يستطيع أن يخدم شلون الآن راح تعدلون سياسة الأسعار ولما أنا أسأل باتصالات خاصة وباللقاءات المباشرة يا أهل أقول لها أبو فلان ليش ما عدك يقول لي ما عدي تخسيصات يا أبو المالية ليش ما تطي تخسيصات يقول لك فلان ما يرضي هذه الأموال ناقلنا زي أن الآن في ظل هذه العزمة لازم تكون أكو أموال زي أن هاي الأموال منين تجي لازم أكو موازنة الموازنة شون تصير لازم أكو حكومة الحكومة شون تصير لازم الوليدات يتفقون الوليادات الشيء اللي يتفقون لازم تطيح حصة كل واحد زياناني هاي الدوامة اللي بيها مجموعة من الصبية والمراهقين السياسيين في ظل أزمة من هذا النوع شلون أنا يقدر حلها المفروض في ظل هاي الأزمة السياسية اللي يسمونهم زعماء وقيادات ورؤساء الكتل يلزمون مشاكلهم ويذبونها وراظورهم ويقولوا عمي تعال نقعد نسو موازنة والله العظيم باتل يطلع علينا الشعب يسحلنا كل احنا بالشوارع بس المال اللي ما بي إحساس من ينجيبه واللي ما عنده قدرة على الفهم من ينجيبه واللي ما يقدر يتحسس بشعبي وآلام شعبي من ينجيبه واللي ما راح يفهم اليوم باتشر الشعب غصبا علي راح يفهمه ماذا يعني عندما تجوع الشعوب ترجمة نانسي قنقر